السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات أصمر صلوا على رسول الله منذ باتي إن شاء الله كاميراكم بخير وبصحة جيداركم هائلين مشخشخين ومنورين اليوم جمت لكم هريسة منتوجات قعدة الزمان على طريقة تقليدية تعناس الزمان نقول لكم كيف تخدموا هذا المشروع وتوجدوا لكم أنتوما وراح نقول لكم طريقة كيف تتعقموا هذه القارورات وطريقة صنع اللوغو لهذا المنتج وكذلك طريقة التغليف وبعض المعلومات عن تسويق هذا المنتج كل هذه المعلومات سنقدم لكم في هذا الفيديو تابعونا للأخير باش نفيدكم كل هذه المعلومات وصح الفيديو طويل شوية ولكن فيه معلومات بزاف جد جد مهمة من أفضل أنكم تتبعونا خطوة بخطوة بجدوا كامل هذه المعلومات راح نبدأ على بركة الله وبسم الله وصلوا على النبي دائما عليها أزكى صلوات وأزكى تسليم أنا هنا راح تشريت الفلفل اللي حلو اللي حمر هنا كان يدير بخمسة لف يعني بخمسة لف سوما الشباب ولي حبيتوا تشروه بالجملة كيف كيف تقدروا تشروه بالجملة يوجيكم سوما التاعه أرخيصة راح نحن هنا الفلفل اللي حلو نغسله نغسله لنحيله أزريع كما راكم تشوفوا فيه يتغسل المليح يتنقى بلك فيه تربة بلك فيه أدوية هي من الأحسن أنكم تتنقوه وتغسلههم مليح مليح كما راكم تشوفوا بالنفس الطريقة اللي نستعملوا بها الفلفل الحار هذا الدرسة اللي حلوة يعني تقدروا تخدموها حتى للشربة وكما يقولوا نحن يشتاطح بلك فيه بلك فيه يتخدم بها في بلاسة الفلفل الأكري وفي بلاسة الطماطم يعني يجيب بلك فيه بلك فيه وهي الخاصة ندرسة الحوت ومشاء الله يعني كما تشوفوا سنواصل ونغسل كامل هذه الفلفل الانتاعي الكمية اللي عندي اللي يكون شريطها من عند الخضار الفلفل اللح مره وقته ونجبنا الفرصة ونجيبو لدار ونخدموها حتى لدار اللي نحن يعني لما ندروها كامل مشروع نخدموها لكم انتم بسعال لازمو تسفادوا كامل مليح من هذه المعلومات هنا بعد ما خصلته راح ينقطرو مليح مليح يلزم حتى يهبط لكامل المنتاع ونغسل كما شتوك بعد ما خصلته راح تنحط الزريعة سوف اضع السمش نهار ثم نغسل من فوق لكي لا يوجد غبار فقط دعو النهار كامل يكون حر ونغسل مليح في الماء يمكن كبير نضيف الماء ونضيف ملح ونضيف الفلفل كس كس ونضيف تفور ونعقموها بالملح لأن نضيف مليح يعني يجب مليح بزيف. زيت نعطي لكم ثانية تابل ثانية تدرهنه يخرج بزيف في الدرسة التعناه الدرسة الحلوة ولا الدرسة الحارة. هذا دلت له هنا القصبر المرحي. القصبر مرحي كذلك بزيف شباب في الدرسة التعناه التعناه الفلفل ولا الفلفل الحار. يعني هنا دلت له تقليبة. راح ندل له كمية عثوم حوالي هنا زوج جلسان انت عثوم قشرتهم وحطيتهم معهم. حد ساعركم فهمين الخطوات اللي درتهم. دلت الملح ديت قصبر مرحي. خلطتهم زددتهم اعليه. راح نجيب كيس آآ بلاستيكي يعني كيس غدائي يكون بيض كما راكم تشوفون نيلون يكون نوع شوية خشين. ولا ما عدتكم السيلوفان ديرو استعملوا الوراق الشفاف يعني الوراق الشفاف. يعني الوراق الشفاف. وغل تفور عليهم. هنا لا شطرت النيلون تاعي باش السخانة هذي كل الحرارة اللي يطلع كيعد يتفور. تقعد الداخل يعني باش بالخف يتفورنا. انا هنا للكمية الكبيرة تاعي حتى تتفور لمدة ساعتين. نشوف هناك راو يتفور. نكمل نغطي عليه ونغطي عليه ونخلي لمدة ساعتين هو يتخلى. علب وخار حتى تشوفوا الكمية تاعنا هذيك هبطت ولدت تشغلت بن ملي ماكاشي. يعني الى كانت هي سبعة كيلو وثمانية كيلو راح تنقص ولي اقل. هنا عندي البلارة التاعي. البلارة تشيرهم عند اللي يبيع العسل من عند الأسالين يبيعكم سومة بزاف رخيصة وشباية. يبيعكم الفين فرق للبلارة العلبة الوحيدة. كيف كيف؟ راح تحكم كس كاس صغير. كس كاس يعني صغير على الأول. اللي ما ملتحت لديه شوية على الملح. وبعد تقلبت البلارة التوعية على فمهم هنا باش نعاقموا البلارات التوعية باش يتاقموا مليحة مليحة. ومن قد تشوفوا لنا جراثيم لبكتيريا. بعد تحتك نديروا في ليلسة تعنا. مش راح تخسرنا. والبلارة يعني يكونوا معاقمين. نخلوهم يتغلى ولا لا يتفوروا. يتفوروا يعني يطلع البخار عليهم لمدة اربع ساعة ونطفيوا عليهم. كنطفيوا عليهم راح ينحوهم ونحطوهم بجيه ونخلوهم يا كما راكم شوفوا هنا راهم البخار يتخلوهم. نخلوهم بجيه حتى وين يتقطرهم ليه. ما لازمش دخلوا يدكم من داخل ولا يدخلوا اي حاجة من داخل حتى من بعدها وين عمروا الهريسة تعكم. راكم متاهمين هام هنا بعد ما حطتهم على طرشنا تعيه وخليتهم يتقطروا براحتهم. باش ان بعد الوقت اللي يجي توجد الهريسة ونرحيها. راي ونصفي الهريسة تعيه. راح نحطها دقل هذا العلب ونغلق عليهم مليح مليح ونقول لكم كيف نغلفوهم وكيفاش نحطوا اللوغو تعنا. شوفوا هنا الهريسة. هذي بعد ما خدمتها خليتها ليل كامل وهي في الكس كس تحنا. خدمتها في الليل مدة ساعتين ضفيت عليها وخليتها كما راه هي بقاء البخارت حيطل عليها حتى وين غضوا من ذاك الصباح. شوفوا هناك راهو كما الزبدة شوفوا الثوم كيف 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 يشطاب. يعني آآ ما شاء الله ما شاء الله هكذا على طريقات يعني سيزمان يخلوها يخلو الفلفل تاهم يشف برا آآ يشلوه يغسلوه قبل ومبعد يخلوه يشف برا ويغطيوه على كاش التربة ولا اي حاجة غبار ولا حاجة ومبعد يفورو كما راكم تشوفوا بالملح والكصبر والثوم انا راح تضعوه كان يزيد الكمون انا ما حبيش نزيد الكمون تماه اختياري اذا حبيت يزيدو الكمون وتحبو نكهة الكمون حتى الكمونه هو معاقم تحبو تزيدوها لهذا الدرسة لها درسة لهذه اللحلوه والدرسة الحارة كيف انا اخدمت زوج انواع اخدمت الحارة وقدمت الحارة وقدمت الحلوه هنالي درسة حلوات الصلاح للشربة الشطاع الطاحل العجاجات حتى الدرس الحارة تحتاجها حتى في بزا بزا امور اللي تبغو فيها الحاجة الحارة شوفوا هذي كمية كبيرة اللي خرجتها شوفوا انتم في ثلاثة كيلو سيخرج لكم كيلو ورطل في ثلاثة كيلو فلفل اذا كان حار ولا كان حلو سيخرج لكم كيلو ورطل هذي خذوها قاعدة ثلاثة كيلو فلفل كيكونوا ماشي طايبين سيخرج لكم كيلو ورطل في درسة طايبة كما راكم تشوفها انا وشحن دير راح نصفيها انا كما نقول لكم بشكور وصراحة معكم بعد ما كوبيت الفيديو صفيتها بيدتي بجيتني احسن احسن بسكون مغرف ما ساعدتني باش نصفي هذا الدرسة انتاعي يعني دريل بسليجو ومبعد بديت نحك فيها في هذك الصفية انتاعي باش هبطتت صفوها بغربة بكسكاس يكون رقيق اي حاجة مهم باش هذيك شوفوا القشور باش يقعد براه وحتى الدرسة داعكم نهار جي طيبو فيها الطيبوها في الشربة ولا فش تطعتوا عكم ما يطلعوش هذيك القشور فوق لاصوسة ولكم شامتة فهمتوني مليح هذي هي هنشوفوا قتلكم في ثلاثة كيلو انتاع فلفل راح يخرج لكم كيلو ورطل انتاع درسة يعني شاء مليح انا ندركت هنا يا زيت زيتون müاح اذا كنت تكون زيت زيتون قدير زيت زيتون ونبقوا زيت زيتיק نرمال او لان نخلطوه زيت زيت نرمال يعني هنا follows انا کتسروايا فلتار الخلط term بشكل مليح مليح بعد ما رضيناها كيلو تبديغ يؤال منو في رحلة زيت وان اطلعوها كما راكم تشوفوا. راح نعمروها. انا حبيت مدلكم الكيل تاعكم باش تعرفوا شحال انا كنت تكون في ثلاثة كيلو خرجت لي كيلو وارطل. باش تكونوا على بيلكم اشحال راح نخرجوه في هاد الهريسة تاعنا ولا تعرفوا لعبرتكم شحال تخرجو فيه. في ثلاثة كيلو قد تكون يخرجوكم كيلو وارطل. اهنا عمرت كيلو ارطل ارطل وهذه الصغيرة اللي من تحت نص ارطل. كما راكم تشوفوا عمرتهم ولازم نخبطهم شوية. لشنخبطهم باش لهوا ليكون فيهم الداخل يخرج. وما يقعد ناش لهوا في هادك الهريسة امتعنا ولا الدرسة امتعنا. وراح نطلهم شوية تاع الزيت من فوق ولا زيت الزيتون كيف كيف باش نغطوها من فوق غطونا لوجهة تاحا باش مدخوش فيها لا بيكتيريا ولا يدخلها لا رطوبة ولا يدخلها هو وما تخسرناش هادك الهريسة امتعنا. ذلك راح نروحوا طريقة تاع التغليف ولا تزيين هاد الهريسة. شوفوا هنا واش عندي هنا عندي لوغوات واتروحوا لي يخدم. لسيبير قولوا حبيت نخدم لوغو المنتج تعيب له واش تحب تدير في الوغو التاع كما انا كتبت اه قاعدة اه فاست اه فود اصمر يعني وخدمت له السيقات كما هادو هذه الورقة من جبتها هذه الكارتونة تاع البانان يكفيها جيء واحد الكارتونة الداخل الصغيرة شوفوا قصيت واحدة كما هادو كما هادو وراح نقص عليها كامل حبيبات كما هادو باش نزينو بها تبعوني اذا كنت تفهموا واش راح ندير بها تزين انتاعي يعني هذه كإضافة لهذا المنتج تقوم باش يكون شباب يكون مميز هذه كتلكم الكارتون تاع البانان اللي جي من الداخل هذه كرقيقة هذيك جيبوها تقطعوها اذا شرائط امرض تقصوها كما هادو كثمانيات كوبة تأخيط راهي تدير تاع الخيشة تدير خمسة وثمانين الف راهي فيها تمشي منها تندوف ومنعرف تخلاص هذه الكوبة احنا جبت هذه القطعة تاع الورق قصيتها قد الفم تاع البلارة التاعي باش نبعد ما نخسرش القماش تاع الخيشة ما نخسرش منه بزيف يعني ما نقولوا احنا يا اعبر ولا نقصوا بها باش نقطعوها هادك الغطاء تاع البلارة تاعي باش نزينو بها راح نشوفوا طريقة التزينيين تبعوني هذ التـلطة راح نتال hyvin تعلموا بها كيفاش تتغلفوا المنتوج Powerade Cage umb وكيفاش تبينوا المنتوج التاكم وتعطيلوا ب User او ثمان parte Monنتوج يكون مميز. Logo خير وM logo الي اعجبكم انتوما. Ichda Uh Ge referencing Welcome. دراجي الابريكيسو للوغو اكتشف زراج المنكول ممكن نمش الموضوع على الفلسف اصف البراجيسو اصف الموضوع اتمinctVE دخلو لا للفعل من الموضوع ما لا تخسر لغو akora هنا كطبق لغو خالين shirts يغيرك 100 icon هناك دقيق طريقة ، ونرى كيف مทำ ستكلم هنا راح نجيب قطعة على القماش كما هذك راح نجيب حوالي مترة ونصف انتاع هذك الخيط تاع الخيشة نثنيته على زوج يعني طويته على زوج الخيط هذك ونحن نلوي على فم تاع البلاران تاعي يخرج للشكل تاح بزاف شباب عمالي رائع ويعطي حتى نظرة بزاف شبة لهذاك البلارات تاعكم يعني ما شاء الله تعبوا دلوا بلارات كما اذا تعسل تعفل في الملقة تعزيت ونطع بزاف سوالح اللي تخدموهم بهذه الطريقة يعني ما شاء الله راح ندخلين في التقليدي وفي العصري شوفوا هنا هذه التيكية اللي قلت لكم لسقطتهم على قطعة ثومانية اه حكمت مصمار سخنت شوية وثقوبتها باش مجيش ثقوبة مجيش شامتا جيد ثقوبة تحاسو اسوى وجي اه اه تبان شابة يعني مجيش بلي مثقوبة بكاش مقسونا مثقوبة بستيلو وجي من قطعة من جيه وجيه على بريش شو ما مهم بمصمار بلا يكون على ثلاث صغير مصمار شدوه من ليح بالاه بلاكاش اقماش ولا حاجة باش ميحرقكم شو في ديكم وديروا كماراكم تشوفوا في هنا يا كعلامة تجارية ملهي وبدأ هذه كنكتبوا فيها ولا نديروا فيها اي حاجة تحطوه ثم تحبو تحطوه احتى الرقم تعتلي فنتعكم فيها أنا أريدكم امثلة بركو انتوما ديروا على الطريقة اللي تحبوها انتوما يعني الطريقة التزيين اللي تكون خاصة بيكم تحطوا اللمسة في هذا المنتوج التعكم يعني دائما تحطوا اللمسة أنا مش شرطك قصوها ثمانية تقصوها حتى قلب طائري موثلاثة ما يهمش واش تديروا فيها أنا هذة كله السيقات راكم تشوف فيهم مكتوبين فيهم قعدة زمان يعني لا قعدة زمان تحبو تحطوها تيكيتاكم على الوجه داع هذا البلارة أنا هنا كانت مندية شوية ما قدرش تلسق لي اما أنا قد راح نحطها على الجهة الفقانية تخرج لي بزيف شابة ما شاء الله حتى عطتها آآ نظرة بزيف بزيف رائع تبعوا معي وزيف الفيديو للاخير راح نقول لكم كيفاش راح نتسوقوا هاذ المنتوج التعكم شوفوا هنا البلارة شوفشها انها نكتب 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 بريزوبر هذي فلفل حار باش نعرفوا باللي حار واللي حلو نكتبوا فيها حار يعني هريسة حارة باش كتبوا فيها الدرسة حلوة لكي تكتبوا ما تجعل المنتوج التعكم لا تدخل اصبار نظر انها نصف عليها مني تضغي كيف يجعل ذلك؟ كيفش ذلك؟ كنت كتبوا ذلك باللي حارة سأتي بسهولة تحطي نصف عطل حارة اعطي له رطل حار لابع هذا الفلفل يكون يدير ثمانين لف حتى مئة لف الكيلو رطل يدير ربعين لف حتى خمسين لف ونصف عطل يدير ربعين لف حتى خمسين لف هذه هي المتوجة توقيت قاعدة الزمان درسها جيدة على طريقة ناس الزمان كيف يتجربتهم في الدار وخدمت بهم وطيد بهم واحد الماداق مميز ننصحكم انكم تجربوه طريقة تسويق تدوها عند الجزارين تدوها عند السوبيلة تدوها عند الخضارين وتبيعون من توجتعكم حتى في فيسبوك ولا تديروا سبونسور كي تكون عندكم كمية كبيرة تديروا سبونسور مو مويل تخلصوا غير ميتين الف الاسبوع راح يدلكم ينشر لكم من دو اشتعكم تمويل مودة اسبوع بس راح يدلوا يجب لكم نتيجة ما شاء الله هو طالب كبير 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 على هاد الدرسات وهاد الهريسة لهاي الحارة نتمنى انكم تدعموني على القناة والبرتاج والاعجاب وتهلا وفروحتيكم خوتيخياتي وحبيبي والمندوب المندوباتي اتنظروا